اشتركوا في القناة ورجعت تاني هو على الفيسبوك ان شاء الله يكون الصوت كده واضح ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت تمام تمام زي الفل والصورة طيب اعرف حضراتكم بنفسي في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اسمي ياسر رمضان بشتغل حاليا في شركة السويدي انا بشتغل في مجال سلامة من الفين وثلاثة سبعتاشر سنة مجال السلامة والصحة المهنية والكواليتي اشورانس كمان اشتغلت في شركات كتير على سبيه المسال فيوليا environmental services air liquid شركة الغازات الصناعية جال في كرايو شركة فحم انفرق اشتغلت كتير اوه في مشاريع cdm projects في الوست management في الهزرز ويست في التريتمينت في الميديكال تريتمينت والهزرز ويست تريتمينت زي ما قلت plus experience الحمد لله مش بطالة يعني في الاندستريال gases في الغازات الصناعية وخصوصا air liquid زي ما قلت جال اشتغلت في بعض المكاتب الاستشارية في ال management system وفي الاياسات البيئية والاجهزة حاليا انا بشتغل ك as an auditor وموضوع الaudit والdevelopment وتطوير الorganization والorganization excellence ان شاء الله برضو يعني حابب ان انا اقول لكم انا معايا ايه الكرسات اللي انا حصلت عليها انا معايا مستر في total quality management معايا دبلوما قد قبلها معايا دبلوما في total quality management six sigma green belt نيبوش currently يعني ان شاء الله دعواتكم اللي انا معايا نيبوش دبلوما ريسك مانجمينت بلاس بقى lead auditor 9000 45 الاربعتاشر statistical method cqc statistical quality control وبعض soft skills اللي موجودة ان شاء الله نبدأ النهاردة كده هنحاول نقدم لحضراتكم guideline عن ازاي ان احنا نعمل keep eyes guideline خد بالك احنا مش هنقدر نغطي كل الامثلة في المحاضرة بتاعتنا لكن على الاقل هنقدر ان احنا نحط البذرة والخطوات الاساسية اللي بيها ممكن نشتغل على ال KPI بتاعت الorganization عندي او المشروع وان انا اقدر اتابعها بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ كده طيب عنوان المحاضرة عندنا النهاردة كيفية بناء مؤشرات قياس اداء السلامة والصحة المهنية والبيئة كيفية بناء مؤشرات قياس اداء السلامة والصحة المهنية والبيئة how to build indicators to measure the performance of occupational health and safety and environment السؤال الاهم والاخطر هنا جماعة هل ال KPI بيتم عملها فقط لل safety والenvironment فقط لا ده هو عشان احنا مجالة شغلنا وموضوح حدثنا فهنتكلم عليها في health وال safety والenvironment اما هي بتستخدم في quality management system وايضا تستخدم في business وال strategic business ال KPI زي جماعة موجودة في كل العلوم في اي في اي علم احنا بنشتغل به في الفيلد ال KPI موجودة لكن احنا لما بنقول السلامة والصحة المهنية فعشان ده موضوح حدثنا النهاردة فحنركز وحن نعمل tailoring نفصل ال KPI علشان نقدر نقيس اداء المؤسسة او المنظمة اللي انا شغال فيها من وجهة نظر السلامة والصحة المهنية والبيئة طيب النهاردة حنشوف ايه مع بعض lecture objectives اول حاجة حنشوف meaning of KPI معنى KPI ده حاجة مهمة جدا حنشوف مع بعض performance indicators in management system ايه علاقة management system بالperformance indicator وهل المواصفات ذكرت ال KPI او قالت ان احنا نعمل K performance indicators وطلبتها بشكل واضح وصريح ده اللي احنا هنشوفه مع بعض النهاردة ان شاء الله measuring KPI to improve HSE management system performance ازاي ان انا اقيس ال K performance indicators ازاي ان انا اقيس اداء المؤسسة او المشروع اللي انا موجود فيه where we can find KPI اقدر اشوف KPI فين وحننتطرق ايضا الى انواع KPI performance indicators المستخدمة بقى طالما احنا بنتكلم في مجال السلام والصحة المهنية unused in HSE مستخدمة في السلام والصحة المهنية وبالذكر حننتطرق الى تصنيفات الحوادث كlagging indicators وعلاقة بقى ال lagging وال leading indicators ببعضه والperformance indicator matrix اللي هي مقاييس مؤشرات الاداء مقاييس مؤشرات الاداء والفورملا والcomposition وتركيبة ازاي ان انا نعمل تركيبة للKPI بتاعتي في المشروع بلس ان انا استبلش scorecard to present key performance indicators اللي هو scorecard تعالوا نبدأ كده في البداية نعرف كلمة KPIs جات منين جات من key performance indicators key performance indicators key يعني الرئيسية performance الاداء indicators المؤشرات يعني مؤشرات الاداء الرئيسية وخدنا اول ثلاث حروف من كل اول حرف من كل من الثلاث كلمات K والP والI بقى عندي حاجة اسمها KPIs في بعض الناس بيقولوا عليها مؤشرات او مفاتيح مؤشرات الاداء فممكن اقول مؤشرات الاداء الرئيسية او اقول مفاتيح مؤشرات الاداء الرسمة اللي قدامي دي او الصورة اللي قدامي دي لو ان شاء الله ستكون واضحة عند حضراتكم علم السلامة والصحة المهنية جماعة او kibe eyes في علم السلامة والصحة المهنية زيها زي المؤشرات والعددات الموجودة قدامي في البولر اللي قدامي أو في المشينة اللي قدامي بالزبط لأن إن شاء الله الفيديو هينزل على القناة اليوتيوب بإذن الله لكي بيوني سبع ط Philippines بتسأل إن شاء الله هينزل طيب المؤشرات أو العددات العددات اللي موجودة على البويلر أي المشينة اللي قدامي دي في بعض العدادات بتتديني درجة الحرارة صح؟ Tempreller في بعض العدادات بتتديني pressure ضغط بعض العدادات الأخرى بتديني اللزوجة الفيسكوزتي وفيه اللي بيديني الفلو ريت معدل الصرايان والتدفق وفيه مؤشرات ومؤشرات أخرى وكثير من العدادات اللي بلاقيها موجودة تاعتبر المؤسسة أو المنظمة عندك هي مجموعة الجيجز دي بالضبط بدون هذه العدادات وبدون مراقبة هذه العدادات لن تستطيع إدارة هذه المعدة لن تستطيع إدارة المؤسسة فاشيل كده المعدة دي وحط مكانها بالضبط المؤسسة أو الورجنيزيش فالكي برفورمانس انتكيتور زي جماعة موجودة عشان تديني مؤشر عن مدى نجاحي هل أنا ماشي في الاتجاه السليم هل أنا ماشي في الاتجاه في اتجاه الخطأ هل إيه الوكنسس إيه النقاط الضعف اللي عندي إيه السترينسس اللي موجودة عندي فبيقول لي هنا إيه هي البرفورمانس إنديكيتورز ميجرابل فاليو خد بالك بقى هنا واضح بقى ده الكلام إيه يوضحه ميجرابل فاليو قيمة مقاصة يبقى أن هذا لازم أحولها لحاجة كوانتيتف كوانتيتف حاجة تتقرى حاجة أرقام مجموعة أرقام بتشير وبتظهر كيف المؤسسات والأرجانيزيشن اللي ممكن تكون بقى في شكل المصنع وفي شكل المشروع عند حضرتك هل هو بيحقق بفاعلية البيزنس أبجيكتفز وخد بالك إن الكيبي آي موجودة على كل الليفلز موجودة في كل الليفلز في أي أرجانيزيشن أو في أي بروجيكت أو في أي سايت عشان نقدر نقيس هل إحنا حققنا البيزنس أبجيكتفز ولا لا إذا يمكن أن تحقق بيتر دراكر بيتر دراكر دا رجل مؤلف وكاتب اقتصادي أمريكي بيقول لك والله لو أنت مش هتقدر تقيس العمليات ونجاحك خلال فترات زمنية محددة أنت اللي بتحددها بناء على الأنشطة والأكتيفتيز اللي موجودة عندك في الورجانيزيشن مش هتقدر تدير وطبعا احنا كلنا عارفين وليام إدوارد ديمينج صاحب النظرية المشهورة بيديكا بلان دو تشيك اكت لو مش هتقدر تقيس يبقى مش بس مش هقدر أمانيج لأ ده أنا مش هقدر أحسن مش هقدر أقول نقاط الضعف والقوة زي ما قلت من شوية فكل العلماء وإحنا مش جايبين حاجة جايبينها من فراغ أو نتكلم على علم مش موجود العلم ده موجود يا جماعة من زمان قوي وموجود في الستاندرد لكن للأسف الشديد في بعض خلينا نقول بتشتغل فقط يعني عمل يشتغل 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 بيعمل ويعمل وبيعمل وبيعمل بس اسألوا كده قولوا إيه أخبار السيستم عندك الأخبار عندك أخبارها إيه لأ مفيش مفيش انطبع آخر الناس بتنسى على الرغم من إنها الحاجة الوحيدة اللي هتقدر تديني مؤشر عن أدائي طيب الهرم اللي قدامي ده اللي احنا شايفينه مع بعض بيقدق كالآتي أول حاجة الكونتراكتور الكونتراكتور بيريبورت الكيبي ايز للأرجنازيش يعني أنا لو عندي مشروع أو عندي شركة فيها مقاول شغال عندي بيعمل certain activities لازم هيربورت للأرجنازيشن أو للمين كونتراكتور الكيبي بيرفورماس انديكيتورز بتاعته وبالتبعية كونسيكوينتلي الأرجنازيشن أو المين كونتراكتور هيربورت للكلاينت أو الأونر لو في حالة مشروع كلاينت لو في حالة مصنع أو شركة انتاجية أو خط انتاج هلا إيه بيريبورت للأونر كل دول في النهاية لازم يريبورته للحكومات الحكومات خد بالك من حتة دي مهمة قوي زي ما احنا هنا في مصر بنريبورت لمين لمكتب العمل بنريبورت المين للدابل اي دابل اي الجهات شون البيئة دي الجهات المنوطة بإدارة والرقابة على السلام وصحة المهنية والبيئة في مصر كذلك الحال في القوشة الجماعة القوشة الأمريكان في الولايات المتحدة الأمريكية عندهم عندهم ميكانيزم ان كل الارجانيزيشن والامبلييرز مش الامبلييرز الاصحاب العمل انه هما يريبورتوا كل الاكسيدنت والإنسين عشان كده هتلاقي كل هيئة من الهيئات اللي موجودة في دولة عاملة لنفسها كريتيريا حطى لنفسها ديفينيشنز لازم توحد المفاهيم اللي بيها لما الشركة اكس والشركة واي والشركة زد اللي موجودة في نفس الكونتري تريبورتوا تقول أنا عندي اللي تبقى هي هي نفس الديفينيشن ونفس الكريتيريا اللي موجودة في الارجانيزيشن واي في نفس الكريتيريا اللي موجودة في الايه في الارجانيزيشن زد وزي ما قلنا الايجيبت لو قانون المصري قانونة نشر سنة الفين وثلاثة كتاب الخامس والسادس برضو حاطت ان أنا لازم اريبورت عن طريق هنا بقى حاجة اسمها الاحصائيات النصوية اصابات العمل الحوادث الجسيمة الامراض العادية الامراض المزمنة حاجة تانية كمان في انجلترا بيسموها وحننكلم عنها قدام الريدر او الريدر ريبورتينج انجرس ديزيز اند دينجرس الابلاغ عن الاصابات والامراض هم حطوا سيستم لنفسهم وحطوا برضو نفس كريتيريا مختلفة وايه اللي تعملوا حضرتك كصاحب عمل ريبورتينج وايه اللي ما تعملوش ريبورتينج طب يا جماعة احنا كده شايفين الحكومات والجفرنمينت بتشتغل بفكر انها حطى كريتيريا وحطى وموحدة المعايير يبقى انا جوة الارجنيزيشن عني تعالى بقى ننزل على مستوى الارجنيزيشن والمشاريع بيقولي اننا لازم اعمل ويونيفاينج ريبورتينج ميتريكس يعني ما ينفعش المقاول ييجي يقولي والله انا فندم انا عندي السيستم بتاعي انا عندي السيستم بتاعي لا انا هشتغل به لا حضرتك انا احنا هنقض احنا فيه مشروع فيه عندنا ترمينولوجيز بنشتغل بيها ودي البروسيدجر بتاعنا ودي السيستم ودي الميتريكس اللي احنا بنشتغل بيها وبعمل عليها قودت عشان اتأكد هل هو فعلا هل هو فعلا ماشي وبيريبورت بنفس الكريتيريا ولا لا الانر بيجي يعمل وكلاينت بيجي يعمل عليها قودت عشان يتأكد هل أنا ماشي بنفس الكريتيريا اللي هو حطالي ولا لا وعلى فكرة مفيش مشكلة خالص ان انا اشتغل مع البروسيدجر ان انا اريبورت بالكريتيريا اللي هما طلبينها مني واعمل لنفسي داخل المشروع يعني لو انا نهارده شغال في وهذا الكونسورتيان بيقول والله يا جماعة ان انا عندي مفروض ان احصل لها او ان اقول ان انا عندي LTI بعد ثلاثة ايام غياب عن العمل مفيش مشكلة بس القانون المصري بيقول لي يوم واحد هريبورت للقانون المصري تبقى للمعايير اللي طالبها مني وداخليا في المشروع تبقى لمعايير المشروع لكن احذر مع زرة يعني ان انت ما ينفعش ان القانون هو الحد الادنى القانون هو الحد الادنى للمعايير فلو القانون قال لي يوم عمل وانا قلت لا هم ثلاثة ايام يعني مش هيبقى طبيعي ان انا هزود عن القانون القانون مصري بيقول لي بعد يوم فقد عمل واحد مفترض انها تحسب اصابة فقد وقت انا اقول لا ثلاثة داخليا برضو انا مش بان في هذا الكلام ويش بقول ان شكله ايه انا مش عارف لكن في النهاية لازم نعرف ان القانون هو الحد الادنى لمتطلبات يعني انا ممكن ازود فوق القانون لكن الا عنه لا لكن دي فكرة بحاول اوضح لحضرتك ان انت تبقى شايف ان انا عندي معايير لازم اثبتها لالكونتراكتور اللي بيعمل لريبورتينج لالورجانيزيشن مع الكلينت الكلينت او الورجانيزيشن او الكونتراكتور مع الكونتراكتور تعالوا بينا ننتقل الى علاقة ال performance indicators في المانجمينت سيستم طيب وابحث الصورة كده انا انا عندي مواصفة ال14 2001 2015 وعندي مواصفة ال45 2001 لسنة 2018 عندي close رقم 9 1 close 9 1 او close 9 performance evaluation close 9 1 ركز بقى معايي في الحتة دي بيقولك ايه monitoring measurement analysis and performance evaluation الرقابة والقياس والتحليل وتقييم الاداء ده بند كامل اهو احنا ما بيش نجيب حاجة من بره من بره من دماغنا او اقول ده اختراع ياسر رمضان لا خالص دي المواصفة المواصفات القياسية على فكرة مواصفة 9001 ايضا نصت على KPI's اي مواصفة في الدنيا يا جماعة نخش عليها هلقاء بتتكلم عن نرجع للدائرة المشهورة بتاعتنا باديك حضرتك بتعمل في المواصفة هتلاقيه بيتكلمك يقولك والله بعد اذنك اعمل للريسك اللي موجودة عندك في الورجنيزيشن اللي موجودة عندك اللي بيتأثروا بالمؤسسة وحضرتك بتتأثر بيهم ايه هي اللي حضرتك بتتبح خارج الورجنيزيشن وداخل الورجنيزيشن خطط التوارق بتاعتك خطط الKPI's بتاعتك ايه دا يعني ازاي خطط الKPI's بتاعتي ببساطة شديدة جدا حضرتك هتحط الكريتيريا والدفينيشن اللي احنا تكلمنا عنهم يبقى انا اصبح عندي في مرحلة البلانينج انا لسه مشتغلتش انا لسه بحط الـ HSE plan بتاعتي بحط الـ Procedure Management System صح طيب ببدأ بعد كده اروح اعمل عملية التنفيذ الـ Implementation do ثم هعمل measuring اقيس بقى هنا بقى مرحلة القياس اللي هو بنت 9-1 موجود في حتة الـ Check بدك plan do check ثم مرحلة act طب هو انا كده يعني انا بعرفتك ان المواصفة تكلمت عنها وخلاص لا ده انا عملتلك ملخص جميل جدا عن علاقة الـ Organization في المواصفة الـ 45 والـ 14 بتقول لي ايه ان شاء الله نسخة المادة هتبقى موجودة ان شاء الله بإذن الله طيب بيقول لي ايه في الـ Organization بيقول لي ايه هنا المواصفة قالتلي what need الـ Organization بقى عليها ان هي what need to be analyzed measured and monitored and monitored يعني حضرتك كـ Organization او كمشروع لازم تحددلي ايه اللي حضرتك رايح تعمله measurement قياس وايه اللي انت هتعمله تحليل وايه اللي انت هتعمله مراقبة يبقى دي اول شرط اعمل لي حددلي هذا الكلام جميل اول طيب ايه تاني organization are not required to monitor a major everything يعني حضرتك مش مطلوب منك ان انت ترائب او تقييس كل شيء يبقى انت لان انت في البداية حددت اللي انت عايز تقييسه ايه صح وده اللي احنا هنتفع عليه النهاردة الحاجة تلالتا اللي مواصفة قالت هالي قالتلي what is being evaluated and proportionate يعني حضرتك هتراقب وحتقييس فقط المناسب والملائم للـ risk involved اه يبقى انا ربط الامور يبقى انا في البلان كنت حطيت ايه حددت الريسكات اللي عندي في التخطيط صح وبدأت اقول ايه الريسكس اللي عندي ومين هما ومين هما ومين هما وايه صح جاء بقى هنا الوقت ان انا اشوف الريسكس ديت ابدأ اقيس بتاعتها صح مش هروح بقى اقيس بتاعتها تانية وضيع وقتي يبقى الملائم الملائم لالورجانيزيشن عند حضرتك اتفقنا كده طيب خلينا نشوف ايه كمان بالذكر طالما احنا اتكلمنا بنتكلم environment يبقوا اتكلمنا من شوية على الرزك والهازرد لما اجي احدد الريسكات اللي موجودة عندي وتاني عندي في الورجانيزيشن should take into account insignificant environmental aspect الاسبكت اللي هو مقابل في الانفيرومنت المؤثر البيئي المقابل ل ال hazard في السيفتي يعني المؤثرات البيئية انا بينتج عني نويز بينتج عني سداست بينتج عن الورجانيزيشن او مشروع عندي gases emissions او الفاكتوري يعني فدي significant environmental aspect حضرتك مشكورا اسلي هذه المؤثرات البيئي طيب timing هنا بقى الخطورة بدأت timing timing of monitoring and measurement is coordinate with the need for analysis and evaluation results يعني انا حتقيس امتى حضرتك نوي تقيس النايز امتى حضرتك نوي تقيس الهيت stress امتى في اوقات ايه ولا لما المصنع يكون واقف حضرتك حنقيس النايز اه حنقيس طبعا النايز والمصنع واقف والمصنع شغال ومصنع شغال بنص كفاقته وشغال بمية 80% بين كفاقته وحقيس الجازز وحقيس الاميشن فين في ان وقت timing هتقول لي انت النهاردة كنت جاي يا عم ياسر بتقول لنا KPI ومقاييس الأداء وفجأة بتقول لنا الأجهزة وتقول لنا environmental impact والنويز والهيت stress اه ما هي دي جماعة مصادر الداة دي مصادر المعلومات البيانات اللي حضرتك هتاخدها حيقول لي هو خد بالك بقى معلش عن باص النقطة دي results of monitoring results of monitoring مالها بقى لازم والاناليسيس والإفالويشن لازم يبقى ريالابل لازم يبقى ريالابل يعني ريالابل يمكن الاعتماد عليها يعني النتائج و طريقة القياس نفسها وطريقة التحليل يمكن الاعتماد عليها وده مش هيجي الا من مصدر data سليم ربط المواضيع ببعض على فاكرة في البند تسعة واحد ما أكلمك على وطلب منك انت تبقى عندك اجهزة معايرة واجهزة مفحوصة وعشان افاليديت ال data اللي هتنتج عن هذه القياسات طالما نتكلم على بنفس الطريقة بيطلب مني ان هي طريقة التحليل وال ال 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 ريالابل زي ما قلنا و ريبريديوسبل يعني ايه بقى ريبريديوسبل تعالى نشوف مع بعض ما معنى ريبريديوسبلتي وال الريبيتابلتي ارجو بس كده من وقت للتاني حد يقول لي الصورة واضحة الصوت واضح عشان ايه انا ما بيخطل في الموضوع ببركز فيه ولو في اي حد عنده تساؤل برد من تحت امركم طيب ايه موضوع الججر ار اند ار ايه قصة الصورة اللي قدامي دي بيقول لي خد بالك خد بالك اي عملية قياس يا جماعة اي عملية قياس في الدنيا فيها بريش فيها بريش فيها اختلاف البريشن ده نتيجة حاجة اسمها الجيج مش احنا للاول صورة ذكرناها وقلنا انا عندي العداد المؤشر صح العداد الجيج اللي فيه المؤشر اللي بيقول لي درجة الحرارة واللزوجة اللي بيقول لي الفلاود والفلو قد ايه صح الvariشن ديوتو جيج يعني الجيج ده المؤشر اللي انا بقيس بيه اللي هو الجهاز اللي هو قد يكون جهاز ال نايز ميتر قد يكون جهاز اللاكس ميتر قد يكون الجهاز اناليزر اختلاف المعدة يعني انا نحو ده لو دخلت مسكت بايدي نايز ميتر وست بي في نفس الظروف بعد شوية است بي لقيت اختلاف في نايز قد يكون نتيجة اختلاف الانشطة بس خلينا نسبت الفاكتور بتاع اللي نفس النيز دي نستي او كسفت النيز واحد الده بقى يديني اقراءات مختلفة كل مرة بيديني اقراءة مختلفة كل مرة بيديني اقراءة مختلفة مين ثبتنا فاكتور النيز النيز ثبت وفيه تستات كتير او تتعامل على كده فتكرار الربطابلتي هي الاريشن ديو جيج هل انا النهاردة فيه هايحصل نتيجة الجيج اللي انا مستخدمه ولا لا اما ليه بقى عم ياسر الربطابلتي دي ده نتيجة الابريتور نفسه ده انت ممكن تلاقي نفس الابريتور بيدخل معايا هنا حاجة اسمها الفيزيكال اتريبيوت او الصفات الفيزيائية او القدرات الجسمانية واحد عنده مشكلة في النظر يبقى بالتالي عنده مشكلة في قراية الارقام يبقى انا النهاردة النهاردة لو انا بتكلم على هلاقي جيج يبقى نتيجة المعدة اللي انا بقيس بيها ونتيجة الريبوردسابيلتي بس برضو انت ما وضحت الناش ايه هلاق ده بالريبورتنج ما اخد بالك هشيل انا شلت اهو بص انا هشيل قدامك دلوقتي جهاز النيز ميتر والجهاز وهحط مكانهم حاكتين اكسدنت ريبورت اكسدنت ريبورت وانجري ريبورت تقرير الحادثة وتقرير لان ان تقرير الحادثة انا هعتبره هنا النهاردة هو مين خد بالك بقى هو الجهاز اللي انا بقيس بيه طيب ريبورت تيجي هنا في تقرير الحادثة ازاي ريبورت تيجي في موضوع تقرير الحادثة ببساطة شديدة الكمبيتنسي بتاعة الاندستيجيتر قدرة الراجل اللي بيعمل التحقيق على الحادثة والكمبيتنسي بتاعته انه هو يحدد مصادر مصادر الخطر الموجودة في هذا الحادث انه يحدد الروت كوز اناليسيس انه يحدد الاكسدنت ميديا كوز انه يقدر يحط لي يعرف ايه هي المشاكل الحقيقية انه يقدر يطلع الفاكتورز الافكتينج الاصابة ايه هي النيتشر اف انجري مش دي كل دي تالنت يبقى دي اوبراتور الريبودلسابيلتي الاخسدنت ريبورت عندي ممكن يكون ضعيف عشان كده بنظل نقول يا جماعة مصدر الداتا مصدر البيانات مصدر المعلومات امر مهم جدا لان من اذا صالحة زي ما بيقول كده اذا صالحة المصدر تمام خلاص النتائج هتبقى صالح عشان انا بقى اتراستد ورياليبول في ال 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 داتا والكيبي ايز بتاعتي ما تبقاش فاك كي برفورمانس انديكيتور طيب ال عندي والانجري يبقى هنا حلو محل الجهاز يبقى الجهاز وال هي الادوات بتاعتي هي الجهاز اللي انا مسكه في ايدي عشان اقدر اجمع به الداتا اللي ادخش بعد كده عليها فراعي يعني لما ييجي واحد يكتب وييجي زميل اخر يشتغل على نفس حيكتبه نفس التفاصيل بنفس البيانات بس هنا هيبقى في فرق مين هيبقى في فرق ايه هو اللي هو الكفاءة اللي هو طبعا مش الكفاءة بس مش الكمبيتنسي فقط لكن هي اكتر اكتر من حاجة يبقى انا عندي هنا variation in measurement variation due to gauge reputability variation due to operator او reproducibility دي بيجمعها حاجة في الستاتيستيكس بيسموها جيج راند ار دي مش موضوعنا النهارد ممكن نبقى نعمل بعد كده محاضرات عن الستاتيستيكس والاحصى في مجال بما يخدم مجال السلامة والصحة المهنية فبيقول لي reputability is due to equipment variation يعني reputability نتيجة اختلاف المعدات reproducibility ايوه مالا بقى نتيجة اختلاف الoperator او الانسبكتور او الشخص القائم على استخدام هذه المعد طيب طيب نلخص الكلام يبقى انا عندي source بتاع data بتاعي مين مين هو الجهاز او report صح بيطلع لي data ال data ممكن تبقى خد بالك بقى اللي طلع من الاجهزة واللي طلع من accent report ممكن تبقى وممكن تبقى qualitative انواع data quantitative وqualitative ال data الكمية البيانات الكمية والبيانات الوصفية دايما الحاجات اللي هي ممكن يقياسها العمر الطول الوزن كل دي quantitative qualitative اللون الحاجات اللي هي علاقة بطريقة وصفية يعني انا بعمل عملية تقييم وصف فاخد بالك اي داتة هتحصل عليها من هذه الاجهزة او من ال report بعد اذنك حول هالي لquantitative لان key performance indicator it is a quantitative tool طريقة كمية حضرتك اعمل حول الكلام بتاعك ده نجاحاتك performance بتاعك حولهولي لطريقة كمية ثم بعد كده بعمل measuring يبقى اول خطوة باخد ال data عمل لها measuring measuring ازاي ابدأ احطها في tables جميلة جدا شيك كده تمام وابدأ ال data دي لازم ما نعمل مع بعض النهار ده هنحاول كده ندي لمحة ازاي اننا اخد ال data دي وعمل لها الجداول بتاعتها evaluation is done to ensure adequacy suitability and effectiveness of health and safety requirement يبقى النهار ده هنا evaluation عشان اقيس مدى فاعلية نظام السلام والصحة المهنية quantify اهبص بقولك quantify and attribute attribute اللي هي qualitative اللي هي الصفات اعمل لها quantifies تمام ثم بعد كده حضرتك مشكورا تعمل analysis analyze تبدأ تحلل خد بالك انت النهار ده طلعت من التقرير بتقول والله انا عندي عدد الاصابات اللي حصلت في site x خمس اصابات خمسة lost time injury على سبيل المثال واللي حصلت من site y سبع اصابات seven lost time injury سبع اصابات فقدة وقت ايوه اصبحت المعلومة جميلة معلومة جميلة والله عيني وراسي ده احنا لسه كل ده عملين نقيس كل ده عملين نيكستراكت الداتا صح لازم اناليز عشان اطلع بانفورميشن يا جمع لازم عندي معلومة الاناليسز ليه وان شاء الله في احد المحاضرات القادمة هنتكلم على الستاتيستيكال تولز والشارت والجراف اللي ممكن استخدمها عشان اعمل عملية الاناليسز لان قراءة المعلومات قراءة البيانات امر مهم جدا انا مش بعمل ده في جداول وحطها في الدرج قوعة على فكرة بس انا بالذكر كان في المحاق في السلايد اللي فاتت كان في نقطة كان بيقولك ايه ان لازم انها يحصل مع مين مع كل ال مع المانجمنت اللي موجود عندي في ال يعني بتاني برضو مش هعمل او حطها في الدرج خلاص عملت الاناليسز يلا بقى اعمل مونيترينج مش خلاص احنا هنقياس مرة هنعمل تحليل مرة وقياس مرة خلاص لازم يقى فيه رقابة مونيترينج بص بيقول لي ايه يبقى لازم حضرتك تتابع وترائب هذه البيانات دايما في ايه خلال الزمن طيب يبقى انا النهاردة الخطوات بتاعتي مصدر البيانات خلاص اتأكدت منه سليم زي الفل ممتاز هعمل الديتا اطلع منها الديتا اوكي خلاص اعمل هاخد منها اعمل خلاص تمام بعد كده هعمل رقابة فهي دايرة بالدور خد بالك والمواصفات يا جماعة حتى الـ 9000 والـ 14 والـ 45 دايما تلاقيه حتى الـ process اللي موجودة جوه هتلاقيها بتلف بنفس الطريقة plan to check act ادي اهي مش ديق مش ديق مش دا الطلب ده موجود في المواصفة الـ 45 مش مواصفة الـ 14 موجود في الـ 9 1 زي ما اتفقنا الا انه هو جوه داخليا ودي بقى انا جماعة النظرة العميقة للمواصفة هلاقي ان الطلب الواحد requirement الواحدة ماشي بنفس الفكر بخطط لها انا حطيت sources data خلاص بعمل لها measuring بدأ تنفذ بعمل analyzing do بعد كده بعمل analysis خلينا نقول له check بعد كده monitoring عشان نعمل act هدي plan to check act اهيه جوه نفكر ان البيديكا موجودة بس على المواصفة من برة لا دي موجودة جوه كل close داخل المواصفة تعالوا بينا نقول where we can find KPI's نقدر نشوف KPI's فين يارب يكون الشكل اللي قدامي ده الهرم الجميل ده طيب خد بالك KPI's عب سريعا كده عشان وقتنا برضو وقت حضراتكم انا عندي اي organization او اي مشروع لازم يقاليه strategy vision و mission صح طيب المشن دي لازم تترجم يحصل لها translation الى objectives يبقى فيه اهداف واضحة health and safety environment objective تم جاء الorganization جايبة اللي هم department heads تمام وتقولهم تعالوا كده صحتها جماعة كل department اعمل لي hsc objectives تبدأ كل department تعمل الhsc objectives بتاعتها ثم ال department hsc kpi's تبدأ بها كل department عايزة تقيس اداءها تم جاي راح عاملة key performance indicators لوحدة والdepartment الوحدة اللي عملت kpi's تبدأ ال department دي ما جواب انا قدمين شغالين افراد individuals صح تبدأ تقولهم تعالوا لو سمحتوا انتوا مطلوب منكم على المستوى الفردي على المستوى الفردي تحقق التارجت سلفلانية عشان خد بالك بقى الرسمة بوضوح لما ال individual target kpi يتحقق جوا الادارة الوحدة صح حيحقق لي اللي بص اللي هو الخط الورنج ده تمام حيحقق لي الايه ال department kpi لما ال department kpi تتحقق تحقق ال objectives department hsc objectives اللي بالتابعية لما ال department department جامعة هتتحقق ال organization هتحقق ال objectives بتاعتها automatic league ال strategy وال vision هتحصل بس تماما يا جماعة على فكرة الموضوع ما بيشيش بالشكل theoretical ده قوي يعني لازم بيحصل deviation بقى في ال kpi ولازم نعمل corrective action ولازم نعيد حساباتنا تاني الكلام ده مهم جدا طيب تعالوا بينا نشوف how we can see kpi الصورة اللي لو هتحل قدام حضراتكم الصورة دي الراجل الزريف ده عنده عربيته مراية النص اهي صح المراية دي بيبص فيها على العربات اللي جاية من وراه تماما اول طريق اللي هو فاتو اللي عاد ده وفي الزجاج الامامي بيشوف اللي جاي ايه هو دي بالضبط kpi دي انوحه هاو صورة لخصت لك الكلام كله حضرتك حد بيسأل بيقول يعني ايه kpi key حداك محضرتش معنا من البداية key performance indicators مؤشرات قياس الاداء key يعني مفتاح performance اداء indicators مؤشرات يعني مؤشرات قياس الاداء ان شاء الله برضو الفيديو زي ما بيقولنا هينزل على القناة وهتشوفوا كل حاجة وهيبقى عندكم بقى زا ريكورد طيب طول ما انا ماشي وانا سايب عربيتي دايما انتلقيني قايني ورا كده ابص كده ابص كده ابص كده في المرأة اللي في النص ليه بشوف ايه اللي اللي انا عدته ايه ايه اللي فاتني ايه اللي حصل وانا مخدتش بالي منه هو دي ابقاش اسمه ايه ده lagging indicators طول ما انا ماشي برضو ببص قدامي ما انا مش معقول عبدالبصص في المرأة اللي في النص بس لا ده leading indicators التوازن التوازن ما بين النظر في المرأة اللي في النص عشان اشوف اللي فاتني ومراية اللي والبريبريز الامامي عشان اشوف اللي قدامي امر مهم جدا ما بين يبقى التوازن ما بين lagging و leading indicators خد بالك اللي هتفضل طول الوقت بصص قدامي وناس اللي اللي بيحصل في اللي حضرتك فاتك واللي عد منك ولا هتفضل حضرتك ماشي بصص في الخلف وتعمل حدثة قدامي شفت بقى ازاي وبرضو اللي هتعمل معاها حدثة قدام قريدي هيبقى lagging بعد كده يبقى دي الصورة دي اللي تلخص لنا كلمة او ايه انواع lagging و leading indicators بصوا يا جماعة كده باختصار lagging و leading indicators الصورة اللي قدامي دي بيقول لي او السلايد الجديدة دي بيقول لي ان مربط الفرص او نقطة الانطلاق بتاعتي هي loss الفقد والحدث ال event وال incident اه يعني ايه يعني انا النهاردة خد بالك اللص قبل قبل ال loss قبل ال event ما يحصل قبل ال incident ما تحصل كل اللي حضرتك بيتقيسوا دي اسمها مؤشرات استباقية حضرتك راكد سباق اللي هو بصص في الاساسية الامامية يعني في البربرزي الامامي اللي هو leading indicators اللي هي proactive indicators حضرتك proactive حد شخص مش مستني يحصل مصيبة و ايه و ايه تستنى يه تبقى فيه رد فعل اللي هو ال after اللي بعد الحدثة او بعد ال event وخد بالك تاني باقرارها بعد ال event بعد ال event لان مش شرط تبقى حدثه لان ال event حنشوف قدام انه ممكن يبقى شكوى ممكن يبقى جاية من جهاز حكومي فديه اللاجنج انديكيتورز اللي هي الري اكتف انديكيتورز طيب بسرعة كده بيقول ان المؤشرات الاستباقية بتهيلايد يعني بتركز حتى على التحسنات الصغيرة والقليلة اللي موجودة في الارجانيزيشن دايما بيسموها positive بيتمجر what is being done ايه اللي بيحصل مش بتبص للوحش الصراحة يعني بتبص لحاجات كويسة ودايما بتدي الى feedback make it clear what needs to be done to lead improvement انا دايما بشوف ايه اللي انا بعمله تمام عشان احسن صح يبقى هو هنا النهاردة يبقى انا كده leading indicators ابقى زي ما حد من الزمله بيقوله what رجل السلامة يجب ان يكون proactive وليس reactive اه لازم كلنا ببقى proactive لكن حيحصل ان انت لازم تبقى reactive بصوا جماعة لازم يبقى فيه incidence لازم حيحصل فيه failure اي سيستم بيحصل فيه failure فالفاليير ده لازم هو هيبقى reactive بس دايما كل ما يبقى proactive approach بتاعك اكبر هيقل reactive approach ايه انواع leading indicators نبدأ بيها كده سريعا حد بيقول استباقية ورد الفعل فعلا هي استباقية وفيها ايه رد الفعل دي اللي هي lagging طيب ال audit بما اني بقى انا auditor اقدر اقول لك ان ال audit ده من اهم leading indicators لانه هو بيلحق المشكلة قبل ما تحصل بيحط ايده على نقاط الضعف ونقاط القوة اللي موجودة في ال organization او في المشروع قبل ما الموضوع يكبر لانه هو لا خد بالك ال auditor عنده concept او concept audit according للمواصفات القياسية الدولية ان ال audit اللي ما بيشوف issue ما بيحتاجش corrective action على issue دي بس تبيحتاج corrective action على similar issues يعني حداك تاخد wide corrective action تاخد اجراء تصحيحي على كل على كل ايه على كل اللي موجود في ال organization على نفس النقطة اللي خرج عليها مين ال observation يبقى دي ايه ال audits ما تروحش تقول لي والله دي انا انا اخدت لك correction على النقطة دي لا حضرتك انا مش بكلمك على دي انا عايزك لما اجي يطلع لك مشكلة في training لما اطلع لما اطلع واجي نقول كلمت مش كانش الناس بتزعل نقول finding او point for improvement نقطة للتحسين في في ال system اعمل لها applying على كله بناخدها على فكرة بناخدها على فكرة ك listen learned بنحققها في المواقع الاخرى طيب training التدريب صح ال inspection من leading indicators فحص انا بفحص عشان ما يحصلش مشكلة ال awareness الطالب talk ال induction leading indicators ال safety tours ال safety tours ال walk down بيسموه hazard hunting تسميه اذا ما تسميه مش دي العضية المهم المثوذولوجي اللي بتستخدم ال behavioral observation في ناس بتسميها PSV behavioral safety observation في ناس بتسميها safety visit audit احنا النهاردة مش في concept الاسم ممكن نبقى نعمل محاضرة مخصوصة على behavioral observation لكن والتكنيك بتاعتها وتعمل ايه مع الراجل الموظف واززا يتعمل واتخذ ال negative points ازاي وال positive points وتكون مانيكاتها معا ازاي كلام ده ممكن فيه ما بعد لكنه النهاردة بنقول concept leading indicator مؤشرات اداة يعني حضرتك لو بتعمل كل الحاجات اللي قدامك دي لازم تقسها لازم تقسها التست بيقول لك والله النار ده أنا عندي سوائين جودات جايين السايد تمام؟ أيب أنا محتاج أن أدعي أعمل لهم تست طيما ده proactive measure أنا محتاج أشوف مين السواء اللي بيعرف يسوق ولا لأ بعمل اختبار مخدرات ده بنوع من أنواع التست leading indicators بعمل skill test عشان أشوف اللحام شغلت اللحام صح؟ بطريقة سيفتي أمان وفاهم في صناعيته صح ولا لأ؟ صح؟ السألاج بتاع السألات بعمل له اختبار سألات الراجل بتاع اللي عايش تغل في وظيفة براد أو أيا كانت الوظيفة كل ده skill test البنشماركينج إن أنا قارن نفسي بصايد تاني في نفس الاندستري أو في نفس الorganization نوع من أنواع leading indicators pre-qualification أو الـ evaluation خد بالك pre-qualification أو الـ evaluation حضرتك بتعمله مخصوص مثلا لـ supplier قبل ما يعمل لي supplying لمaterial لـ subcontractor الـ evaluation التقييم المستمر للمقاول الداخل لما ده proactive measure لما حضرتك تجيب المقاول في daily weekly monthly meeting عد الكلام ده شوف قعدته كم مرة طلعت عليه كم action عملت communication معاه لكل الـ 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 keep performance indicators بتاعته ما هو دي ما دي من safety meetings برضو أحد الزملاء بيقول drill drill برضو consider leading لأن drill هو اختبار قبل وقوع الـ incident أو قبل وقوع الـ event لسه الـ event ما حصلش مظبوط كده safety meeting كم safety meeting احنا عملناه كل دي leading indicators طيب تعالوا بينا بقى نشوف الـ reactive بيقول لك والله الـ reactive برضو هي الـ reactive بقى اللي هي lagging اللي هي مؤشرات أداء رد الفعل مؤشرات أداء رد الفعل بيقول لك إنه هو هنا وقعت أحداث قياسة قياس خسارة بالفعل خلاص حصل اللي حصل اللي حصل حصل بتحدد أداء السلامة كمياً احنا اتفقنا إن كل الـ lagging والـ leading indicator لازم يقوم بقى quantify to quantify safety performance in terms of past incident statistics هي prediction هي توقعية وده تعريف مؤشرات رد الفعل تمام بيقول لي إن هي بتحدد أداء السلامة من حيث إحصاءات الحوادث السابقة عدد الحوادث الحوادث مبلغ عنها مش بس الحوادث خد بالك لما نقول كلمة incident يا أبي أتكلم على مين برضو الإيكيباشن الإلنس الأمراض المهنية فشل الأنظمة failure في النظام ما لحقناش يا سيدي نروح نقدم الإحصائيات نصف سنوية شوف أنا بقول لك احنا داخلين نهاردة في أيام ربنا كام نهاردة 12-6 خلاص قرب 56 نقدم الإحصائيات نصف سنوية صح؟ بنفكركم فيبقى النهاردة المؤسسات أو المشاريع فشل أنه هو يقدم فشل فيه failure في السيستم فجاله penalty جاله مخالفة انظر بمخالفة ده نوع من أمؤشرات رد الفعل سجل المخالفات حضرتك بتعمل violation report للعامل اللي بيعمل unsafe action صح؟ للعامل اللي بيعمل تصرف غير آمن ده نوع من أنواع مؤشرات رد الفعل حضرتك بيجي لك مكتب العمل مكتب العمل أو وزارة الصحة صح؟ الـ جهاز شؤون البيئة بيجي لي المكتب العمل liberal office كل دي عقوبات بيجي علي عقوبات من جهات حكومية وملاحظات مرفوعة من الجهات الحكومية عدم المطابقة عشان كده بقول لك خد بالك اسمها إيه مش بس ليس فقط ليس فقط loss أو incident لا ده ممكن يكون event عدم المطابقة طالع عليها non conformity داخليا أو خارجيا client عمل عليها non conformity ما فيش مشكلة ده نوع من أنواع الشكاوة التي أصيرت داخليا في complete حصلت من أحد الموظفين داخليا في نظام إحنا ممكن نعمله عشان كده المواصفة برضو نرجع للمواصفة تاني بس كل حاجة لازم نرجع للمواصفة بتقول لي أنه لازم يبقى فيه participation و communication و consultation consultation و communication و Involvement للوركرز دي سبيشيال في حتة ال Involvement دي موجودة في الخمسة واربعين ال Involvement داخل الوركرز أنه لازم يريبورت ليا كل المواصفة بتاعته لازم يقال راجل قلبي مفتوح ليه كده واسمعه صح؟ فعشان يبقى حضرتك تسمعه صح؟ يبقى لازم يقى فيه complaints لازم يقى فيه شكاوة أنا ما قدر استلمها أحطوله مثالي ما حطروش العضة في المنشار وأقول له إيه لما تحصل حاجة على أقول لي لا لازم أتديله method way وأبدأ أعد complaints اللي جاء سواء داخليا أو خارجيا من client بعض المؤسسات هنا بتقوم بتسجيل الملاحظات بيقول لي خد بالك من حتة خطيرة جدا أن observation تعتبر leading indicators يعني الملاحظات يعني على فكرة دي احنا ما قلناهش في leading leading indicators الملاحظات يعني أنا للنهاردة لو أنا عامل آلية أو ميكانيزم للموظفين اللي عندي أن هم يبدأوا يربورتوا أي observation يشوفوها قبل ما تحصل خلاص مع ال observation دي مفيش حاجة حصلت لسه مفيش failure حصل يعني كادة حلسة ما حصلتش حتى نيرمس فأنا بعتبرها leading indicator بعد ال organization بتعطيها أهمية وبتديها قوة بتقوم بتسجيل الملاحظات بتعتبرها lagging indicator اللي بتقول لي خلاص ده حصلت طالما event حصل بتعتبره لاجه طالما أنا دخلتش فيه أنا ما دخلتش فيه ك organization يعني training أنا اللي بروح هنصق training ال inspection أنا اللي بروح هعمل ال inspection بنفس بقول أنا هنزل نهاردة وبكرة وبعده كل حاجة حصلتك في leading بتلاحز كده ان انت اللي بتخطط له لكن هو بيعطيه بعض ال organization بتعتبر observation انت ما خططلهاش هي حصلت بقى خلاص فعشان كده بيعتبرها lagging indicators تعالوا بينا نشوف طالما بقى نتكلم عن lagging يبقى لازم نعرف ايه انواع ال incident تعالوا بينا حد نزولنا بيقول spill and pollution spill and pollution مؤثر بيئي اه صح ما دي مؤثرات بس دي هنعتبرها قدام بقى لما نجي نشوف matrix matrix بتاعتنا مش عايزين نسبة لحادث incident قسموا incident يا جماعة الخير إلى with loss وإلى without loss يعني بفقد وبدون فقد خليني بس انا عمل حاجة ظريفة انا هجيب اللي هي باللغة العربية احسن تمام انا عامل سلايد دي باللغة العربية تمام يبقى سريعا كده اللي هي with loss without loss يعني incident اللي ذاته واق فقط بفقد قد تكون occupational illness امراض مهنية وقد تكون حوادث حد بيقول طب لو الملاحظات من مراجعة خارجية جات من audit خارجي اصبحت lagging indicators سيد الفاضل اصبحت lagging indicators لكن انت لو كنت proactive وطلعتها قبل ما audit يجيلك اصبحت leading indicators في بعض المشاريع بتعمل teams internal audit داخليا انا هعمل internal audit داخلي مش بيتبع نفس الميسودولوجي ونفس النهجة قوي لكن بيعمل كده يعني شكلة audit team اللي هو ايه اه اه اودت على نفسي قبل ما حد يجي اودت علي اللي تجي retrieves الاصابات الاصابات الاحداث البيئية اهو البشمانديس اللي بيتكلم معنا في الاسبالور اهي انسيدنت لاجنج انديكاتور صح انجرز ممكن تبقى فريست ايد اف اي اس ام تي سي ميديكال تريتمينت كيس ممكن تبقى ار دابلي او رستريبتد وورك انجري ممكن تبقى تعالى نشوف شكلها بالعربي كده بسرعة اهو وحشرح كل واحدة على حدة طيب يبقى اهو بنقول اهو بالعربي ايه يا رب يكون ظهرت بالنسبة لكم حوادث ينتج عنها فقد حوادث لا ينتج عنها فقد امراض مهنية ينتج عنها فقد امراض مهنية حوادث مطلقة بالعمل حوادث مطلقة بالعمل قد تكون تلف امتلكات قد تكون اصابات قد تكون احداث بيئية صح الاسبال اهو الاصابات حوادث الوفاة حوادث ذات فقد وقت الالتي اي لوس تايم انجري اصابات العمل المقيدة رستريكتد وورك انجري حالات العلاج الطبي ميديكال تريتمينت كيسز الاسعافات الاولية ايه طيب اما بقى التي لا ينتج عنها فقد فهي الاخطار الكامنة بس كل ده تحت امبرلة ايه الانسدنس كل ده تحت امبرلة الانسدنس بس اشتريكي لايهم امبرلة الانسدنس كل ده تحت امبرلة الانسدنس الريبورتنج يا جماعة الريبورتنج بتاع الريبورتنج حضرتك اللي بتحدده سواء كنت مع client سواء كنت مع organization او owner حضرتك اللي بتحط ال methodologies والطريقة والway اللي هتريبورت بيها ازاي كل ساعة كل نصف ساعة كل اسبوع كل شهر الريبورتنج اسهل حاجة في الدنيا لان طبقا لاتفاق حضرتك على الريبورتنج بتاع القياس الريبورتنج حضرتك عتعمل الريبورتنج بتاع القياس برضو بنفس الطريقة يعني ما ينفعش ان انا كنت بريبورت كل اسبوع وبقيس كل شهر اقولوا استناني بقى لما ايس اخر الشهر ما ينفعش فلازم تراجلش اللي تنسى ولازم الاتنين يمشوا ايه حضرتك بتريبورت كل اسبوع يبقى لازم ان انا ايس كل يمكن اقل كمان من اسبوع عشان اقدر اديله feedback عن الفترة اللي انا فيه طيب تعالوا بينا نشوف سريعا كده هنا مش هندخل فيه دي كتير بيردز ان لافتز تمام بيردز ان لافتز شام فين المسلسات اللي قدامي دي بيقول ان كله ستميت ايذنت او ستميت اكسننس وزنو دامج او نيرمسز بينتج عنها تلاتين دامج اكسننس تمام اللي هي تعتبر بيسموها لاجنج انديكيتور هيريركي عشرة مينور انجري بينتج عنها بينتج عنها وان سيريز طب خد بالك المسلسات والاهرامات الجميلة اللي قدامي دي علماء بدأوا يشتغلوا عليها ويحطوا لها شوية ارقام واحصاءات بناء على دراسات اتعملت يعني هو بدأ يشوف في ظروف معينة في فترة معينة عدد الاصابات اللي حصلت قدت الى دامج اكسننت اللي قدت الى مينور انجريز بستاتيستيكال وايز ودروا يوصلوا للحقيقة او للفاكتس اللي قدامي دي طب هل انا ممكن استخدم المسلسات دي في شغلي في اللاجنج انديكيتور وقارنها خد بالك اختلاف المسلسات فيه عندي الريدور اللي هو ريبورتينج اف انجريز ديزيز اندينجرز فيه عندي فيه عندي فيه عندي بتاعت احد العلماء كل دي اختلاف المسلسات حاجة تانية اختلاف تعريف زي ما احنا قلنا في البداية انا عندي الالتي اي ممكن الالتي اي متختلف من الارجنزيشن للتانية في اختلاف التعريفات اخد بالك من ضمن الحاجات اللي بتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا لاستخدام هذه التريانجلز الاندسترز مختلفة اختلاف المخاطر اللي جواه النشاط اللي جواه الصناعة من الصناعة للتانية فيه نشاط الريسك مختلف والنشاط مختلف فحضرتك عايز بقى تستخدم المسلسات دي كبنش ماركينج كبنش ماركينج ليك بعد ازن حضرتك روح وحد المفاهيم وشوف المعايير اللي بابا بيستخدمها ايه واستخدمها زي ما اتفقنا في الريبورتينج في المهارم بتاعت اللي قلنا في البداية ان انا لازم اوحد المفاهيم والمعايير اللي بنشتغل فيها سوا طيب الجماعة بتوع القوشة قال لك والله ان حوادث الوفاة اللي هي اي وفاة متعلقة بالعمل حوادث الزلاثة فقد وقت اللي هي خلاص احنا قلنا فقدنا او بعدت عن ايام عن العمل ايا كانت هذه الايام الريستريكتد وورك انجري انا حصلت لي اصابة وخرجت برا المستقل الصايت اتعليكت لما رجعت الصايت رجعت على العمل تمام بس انتقلت الى وظيفة اخرى اللي هي لايت وورك او لايت جوب اللي هي ار دابل يو اي الميديكال تريتمين كيس خد بالك الميديكال تريتمين كيس اي اصابة او مرض متعلق بالعمل يتطلب علاجا طبيا تجاوزها تجاوزها عدل اسعافات الاولية يعني مش هنعمل له غرزتين في الصايت تو ستيتشيز كده ولا تري ستيتشيز في الصايت ويرجع لا بس يعني بس تخد بالك ان في الميديكال تريتمين حيرجع للشغل هيطلع يتعليك برا ويرجع للشغل انا مش بقول لك ان انت تأخذ يعني لازم ترجع الناس للشغل بعد ما يتصاب لا ده حضرتك الكيس كده انه طلع يتعليك برا كان عندك انكونشوس مثلا حالة فقدان وعي شوية دوخة شوية طلع برا عملنا له اسعافات اولية في الصايت ما نفعيش خرج برا المستشفى برا رجع برا لصايت رجع تاني اشتغل دي اسمها ميديكال تريتمين كيس I have to record it لازم ان انا سجلها طيب حتى الفريست ايد القوشح حددتها قلت لك والله الفريست ايد استخدام دواء بدون وصفة طبية لا تستلزم وصفة طبية الفاكسيناشنز تعتبر من الفريست ايد تنظيف الجروح موضوع الغرز داخل السايت تعتبر من الفريست ايسعافات الاولية استخدام وسائل زي الضماضات المارينة اللي هي مثلا حاجة انا ممكن بكون بستخدم حاجة تسند ايد المصاب حاجة مجرد بس روباط ضاغط كل دي بنعتبرها فريست ايد ازالة البروجوكتايلز لو حد دخل في عينه شازية صغنانة كده او برووجوكتايلز غير تم شازية شازية من برادة حديد يعني تمام ان انا مجرد اشيلها بالملقاط او بقطعة قطن دي نوع من انواع الفريست ايد طيب زي ما قلنا الريدور اللي بلغى عن الاصابات والامراض والمخاطر الجماعة بتوع الريبورتنج الريدور دول تمام او الريدور دول تمام بيقول لك بيضع واجبات على صاحب العمل والعملين اللي بيسيطروا على الاماكن العمل اللي هو الشخص المسؤول اللي ابلاغ عن بعض الحوادث العمل الخطيرة حضرتك ممكن تدخل على الويب سايت بتاعهم تمام وبمساطة جديدة جدا هتلاقي بيقول لك انه ممكن حتى مهم قسمين ال LTI اكتر من ثلاثة ايام فقد وقت واكتر من سبعة ايام شفت يبقى هنا ايه اختلفت المعايير هل ده في مصر موجود هل ده في امريكا موجود هيبقى هنا الموضوع مختلف اهي انواع الحوادث مبلغ عنها هو كتب له طيب انا ليه بكلم حضرتك النهاردة على هذه النقاط بقول لحضرتك النهاردة عشان حاجة جميلة جدا ان انت ممكن مشكورا تاخد ريفرنس لها وتابقى تعمل كريتيريا وديفينيشن للحوادث اللي موجودة او للتصنيفات وتعريفات الحوادث اللي موجودة عندك في السايد ودي الموقع بتاعهم موجودة طيب ما هي اصابة العمل وما هي المرض المتعلق بالعمل اصابات العمل اي اصابة حصلت اثناء قيام الشخص بعمل شيء او بالنيابة عن صاحب العمل او اثناء العمل المرض المهني هو المرض الناتج عن واجبات عمله يعني له علاقة بالمهنة له علاقة بالمهنة في بعض الزملاء معتقدين ان وظيفة الشخص دائما في بعض الزملاء معتقدين ان يتم تغيير وظيفة الشخص دائما لا دي فترة مؤقتة يا جماعة لا 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 انا مقصد ان انه هيعمل فترة لايت جوب انه هينزل يشتغل بس شغلانة خفيفة اه هيشتغل اد من وورك مثلا هيعد الناس اعمل اي حاجة خفيفة لكن هو مش هيغير مهنته لا ده انا بنريحك بس عشان ما تنزلش تشتغل الجبال الاساسية بتاعتك ويحصل اصابة لا طبعا اذا الكلام الكلام حضرك طبعا لا ده اعتقد طبعا منهم خاطئ مع كامل احترامنا طيب الامراض المهنية حالة صحية ناتجة عن وجبات عمل حضرتك او تعرض لظروف امواد خطرة في العمل امراض متعلقة بالعمل لو انا بشتغل لحام وعندي وهج كاتراكت مهني لو انا عندي مثلا ده مثال بتاعها لو انا عندي ابخيرة وعملية لانج ديزيزز لو انا شغال في سيليكا وجالي سيليكوزز يعني كل دي امراض مهمة حاجة تكون متعلقة بايه بالمهنة تعالوا بقى للخطوات الرئيسية يلا بنا بقى نشمر كمامنا كده وبسم الله الرحمن الرحيم اول خطوة لو سمحت حدد حضرتك هتعملين الابجيكتيفين النهاردة يا ياسر والله اكيباشنا الهلسل سيفتي اوبجيكتيفز و سيفتي اوبجيكتيفز و انفيرومنتال اوبجيكتيفز كلام جميل يبقى اول خطوة انت تحطيلي الابجيكتيفز ايه هي بس حطتلك شرط صغير قلتلك remember شايف الشكل اللي جوه في ال remember measuring ده يعني حضرتك لما تيجي تقولي انا عمل لك اوبجيكتيفز ان انت السنة دي تبقى رقم واحد في السيفتي اعرفني انا كنت رقم كام السنة اللي فاتت لو سمحت قولي انا كنت كام السنة اللي فاتت لو سمحت لما تيجي تحطيلي اوبجيكتيفز حافظ انها تبقى smart اللي هي smart specific محددة انا قاسف محددة يعني ايه محددة يعني انت عايز مني ايه انت عايز مني ايه دلوقتي يمكن قياسها اه ده رئيسها ما تحطيليش descriptive كي بي ايه اذا ما انا قلتك من شواء انا عايز اكتب احسن واحد في الدنيا لتخيل كده اب بيقول لابنه انا عايز اكتب احسن طلب في المدرسة ايو ده كلام مرسل الكلام كبير قوي يعني احسن واحد في العالم في المدرسة ازاي يعني احسن واحد من ايه يعني من وجهة نظر ايه يعني اطلع اطمنا على الفكرة احسن واحد هو الرابع انا شايف كده انا لو احرد اقولها كده فالميجرينج لازم بتتقاس بتقاش descriptive specific measurable achievable اه يمكن تحقيقها ما تضربش في الخيال يعني انا عايز اكون راجل السلامة الاول في العالم يا رب بكرة تبقى احسن واحد في الدنيا بس انت بقى عملت ايه عشان تبتصلي يبقى اه يبقى انا لو ما باشتغلش على نفسي لو ما باخدش courses لو ما باشتغلش على knowledge عندي يبقى ده مش achievable يبقى لازم حضرك لما تحط target لا حط target حط وانا اقول لنا احسن لو بقى راجل سلامة في العالم يبقى specific measurable achievable realistic منطقي لازم realistic ما تجيش ان انت تقول لي انه هاردة انا كان عندي لقدر الله لقدر الله يعني انها كان عندنا عشر او خمستاشر حالة وفاة في الموقع السنة اللي فاتت والسنة دي zero loss zero loss time injury يا سيد الفاضر انت يا ارنوط realistic ايه اذا بقى جدت غيرت الناس وغيرت الشركة وغيرت السيستم وغيرت كل حاجة في يوم وليلة فايته تبقى realistic time bounded احكم هالي بوقت احكم هالي بوقت قل لي الوقت بايه في قد ايه يعني في نص سنة في ربع سنة في ستة شهور كل ده بس خد بال remember measuring لازم تقيس لما تيجي تقول لي objective لازم تقول لي لو سمحت انا عندي تاع السنة اللي فاتت بتاعك انا عامل قد كده كان الرقم كزا يبقى remember measuring دي الاستبايا الاواني احنا لسه بعض في الاستبايا الاواني تعالوا نشوف المثال اللي بيقول لي هنا ايه بيقول لي increase safety training execution انا النهاردة جيت ك organization strategy بتاعتي ان انا اقل الحوادث وقلت والله انا هحط objective safety increase safety training execution انا هزود تنفيذ تنفيذ هو طبعا اللي انا بقوله ده general objective لان انا ممكن بقى specific اكتر واقول زيادة عدد ساعات التدريب على الشخص لكل شخص لكن انا بقولها بصفة عام عشان نسهل المأمورية على بعض increase safety training execution ازود ساعات execution بين 15% هزود ساعة التدريب او نسبة التدريب 15% قد 2020 خد بالك specific safety training specific measurable حطتلك رقم 15% عشان قدر اشوف انا نجاح له لا timeable قد 2020 comparing 2019 اروح الاقي في 2019 انا جايب zero في المية او واحد في المية حضرتك انا ياسف ده non realistic ده انا عنديش هلا trainer واحد اللي موجود بيعدي على كل sites بيعدي على 30 site تقول لي ازود كمان ده انا يا رب يكون بخلص اللي عندي فهدنط achievable يبقى لما تقول هدف لازم smart كل ده احنا لازم وناشر KPI طب objective تاني decrease recordable rate تقليل معدل الاصابات bear 10% اتى 2020 حضرتك اللي لي معدل الاصابات او recordability rate 20 10% في 2020 comparing 2019 جلام جميل برضو خد بالك انا هنا بتكلم كهذا smart تعالوا نشوف بقى الخطوة التانية اللي انا عشان احقق هذا الكلام الخطوة التانية يا جماعة ان انا establish reporting system يبقى انا النهاردة لو عايز اني يبقى عندي احقق الobjectives دي ما انا لازم احصل على بيانات لازم احصل على data الالة بقى المعدة اللي كلمنا عنها الاول لا مين ال report يبقى لازم يكون عندي daily report لازم يكون عندي weekly report لازم يكون عندي monthly report الdaily والweekly والmonthly report دولت لكل ال lagging وال leading indicators يبقى الخطوة التانية الخطوة الاولية حطيته الobjective الخطوة التانية انا عندي reporting system قوي عشان كده ما زلنا بنؤكد اني لازم يكون عندك reporting system قوي لل accidents لل environment لترينج حد من report training والساعات التدريب وكم ساعة تدربه وقا والاخره صح؟ كل ده دي step 2 اللي عندي استابلش reporting system طيب step 3 collect data يبقى ازم فيه بقى ازم يعني خد بالك بقى ال report جالي hard copy او soft copy وانا خدت ال report ده وبدأت ابص عليه ولقيته ايه؟ جميل جدا ما طلعتش منه ال data يبقى continuous data gathering continuous data gathering يبقى لو سمحت جمع البيانات من داخل اللي هو ايه؟ ابدأ major بقى وابدأ استخدم الجداول البيانية تمام؟ انا مش بقولك استخدم ال excel بس او استخدم لا اعمل الشكل اللي انت عايزه using table ايا كان ال application هتستخدمه step 4 analysis data gathered ودي بقى هي بقى loop بالموضوع اللي احنا هنتكلم فيه اللي هي بالظبط ان انت تعمل analysis لل data اللي هي matrix ايه المتريكس يا جماعة؟ حد يقدر يقول لي ايه هي المتريكس؟ المتريكس هي tool to measure something اللي هي المعادلة حط المعادلات اللي هي تقيس بيها دي هنمر عليها سريعا عشان وقتنا اللي احنا بقى فترة كبيرة او شغالين تعالوا بينا كده نشوف ايه المتريك بص يا سيدي النهاردة اللي انا هنحط المتريكس ليه ال leading indicators المتريكس اللي هي من الاخر كده وحدة القياس بتاعتك المعادلة اللي انت هتستخدمها تعال على كل function في ال leading حاجة في ال leading indicator ويمسك training تمسك training كده ببساطة وتروح تجدهم تطلع له ايه تعمله ايه تعمله المعادلات بتاعته وتعمله المتريكس بتاعته المسطرة اللي سيديك هتقيس بيها زي ما شايفين في الشكل اللي قدامي هو ال data خدتها عملت لها matrix عشان بعد كده هتطلع منها ايه اللي مطلوب مني في التريننج والله ممكن اقول خلينا نبدأ مثلا بال audit خلينا نبدأ بال audit بيقول لي نضع ايه bear audit conducted out of planned يعني تشوف كام audit اتعمل according يعني مقارنة تنبيه اللي تم تخطيطه bear types of audit planned and unplanned كام finding طلعت اثناء ال audit كام corrective action اتخده بعد ال audit كام root cause finding طلعت شوف بقى تكسر المعادلة عشان ابدأ ايس لازم احط الية mechanism measurable فيه حاجة عندي بقى بيقولك هنا ايه اخد بالك common matrix ايه common matrix دي جماعة هي دي بقى الشطارة و اللي حضرتك تبدأ بيها تنسب كل المعادلات او المتركس اللي انت حطتها دي ليها يعني ممكن اقوله المثال الاولين اللي ما كنت بقوله bare audit conducted out of planned bare audit conducted out of planned يعني كام audit عمله من اللي اتخطط ليهم ممكن اقسها كعدد ممكن اقسها كنسبة من ال bare site او طلعا عنا اهي common matrix count ratio bare site او bare location وانسبها للوقت يعني خلال 2019 مقارنة ب2020 مقارنة ب2018 لا دي انا هخش جوه نفس السنة وقارن quarter one quarter two quarter three quarter four فرضا انا بعمل quarter audit program او audit plan ال audit plan بتقولي النهاردة ان انا انفز عشرة نفست خمسة يبقى نفست خمسين في المية شوف ايه ممكن عدد او ratio خمسين في المية على ستة sites bare site لا والله دي انا هخش جوه السايت اشوف bare time انا سيبها للوقت في quarter one لا ده في season x season y طيب تعالوا نشوف انا ممكن اعمل ايه تاني انا ممكن ببساطة اشوف مثلا common matrix ليه training بنفس المصداقية بنفس الطريقة number of number of training number of training conducted out of plan بنفس ال concept اهو كام training اتعمل out of plan كام ساعة training كام topics اتعملوا كام bare training manpower bare training after incidents خد بالك كام specific training اتعملوا على specific job كام management training اتعملت وبرضو منسب لها common matrix اللي عندي طيب خلينا كده يبقى احنا اتفقنا اننا لازم احط المترك المترك ده هو المسترة مسترة القياس بتاعدي بالنسبة ليه lagging بنستخدم دايما special rates اللي هي frequency rate incident rate حاجة اسمها prevalence rate حاجة اسمها severity rate انا مش هدخل قوي في تفاصيلهم النهاردة لان انا عندي حاجة اهم عايز اركز عليها لان سهلت جدا حاجة تخش على U-K-H-S-E تمام انك تشوف هتلاقي تعريفات المعدلة التكرار المعدلة بتتحسب ازاي صح وحتلاقي معدلة معدلة الاصابة incident rate وال incident rate بتتحسب ازاي وممكن من prevalence rate معدل الانتشار وال severity rate وبرضه lagging indicator يا سيدي الفاضل بتقاس برضه بالعدد وال ratio صح؟ طيب حدي حدك مثال سريع كده عن topic accent frequency rate مثلا عسليني المثال frequency rate بيقولي number of work related injuries تمام في ال constant اللي موجود عندي ده على total number of man hour worked يبقى حضرتك لو معندكش data gathering لل total man hour worked لو معندكش عدد work related injuries ومش محددها ايه هي ومش معرفة ايه هي مش هتقدر تحسب accent frequency rate لو تعالنا نشوف مثلا accident incidence rate بيقولي ليه number of work related injuries number ليه دقاء المعدد تانية number of work related injuries في الف على average number of person implied يعني عدد الإصابات اللي حصلت صح؟ نتيجة العمل اضربها في ال constant اللي هو ال الف على average number ايه ال incidence ده؟ ال incidence بيقولي reflect يعني بيديني رقم كم كيس حصلت جديدة كم كيس جديدة بتحصل معدل الحالات الجديدة التي تحدث في بيئة العمل يبقى it is major of the number of injuries per الف المهم الفكرة يا جماعة ان احنا هنا اللي عايزين نقولوا المعادلة هذه المعادلة تمام جميلة جدا بس انا بدون الداتا اللي هنعمل لها من الريبورتات نظام الريبورتينج سيستم عندي نظام توحيد المعايير اللي موجودة عندي مش حقدرات صنع على هذه المعادلة بس خد بالك هذه المعادلة سواء بقى حطيتك اشتغلت المعادلة من القوشة اختراعنا احنا معادلة في الورجنزيشن عندنا اللي احنا نعمل ونعمل ومهم من المعادلة دي اسمها ايه اسمها مترك تعالى نشوف سريعا كده هناخد مثال عشان وقتنا طيب بيقولك ايه يعني النهاردة حضرتك هتشوف تشوف عدد الحوادث اللي حصلت في الانسيدنس اللي هي ممكن تكون او ممكن تكون يعني حضرتك هتشوف كم نشاط ادى الى حدوث انسيدنس ولما ااجي اقول لحضرتك انسيدنس انسيدنس يبقى كل الهيصة اللي تحت في الجدول دي بير انسيدنس طيب بير انسيدنس ايجنت يعني بالعوامل التي ادت الى حدوث الحادث برضو انا بحافظ على الكمان ميتريكس بتاعتي طب ايه تاني النيرميسس هخش بقى بعمق شوية بص هخش بعمق شوية لا ده انا مش هاخد كل الانسيدنس ده انا هياخد الاريا بس بتاعت النيرميسس هشتغل عليها الاخطار الكمين اللي هي وزاوة لص دي اللي بتعمل مشاكل دايما في الارجانيزيشن بير اوبرول بير نيرميس ايجنت يعني ايه هي العوامل اللي ادت الى حدوث النيرميس بير نيرميس اكتيبتي بالنشاط اللي ادت الى حدوث هذا الايه النيرميس شوف انا عمال اعمل ايه عاعد افكر اعمل برينستورمينج وابدأ احدد المسطرة اللي حقيس بيها ولازم المسطرة دي تاني هو المقاول يشتغل بيها وانا اشتغل بيها في حد بيقول هل من الممكن حصوله على المحاق ممكن باش مهندس اوضع كيبي ايز من المطلبات القانونية زي مثلا خلاصات البيئية طبعا طبعا على فكرة تاني تاني يا جماعة هو لما انا بقول المطلبات القانونية المطلبات القانونية القانون طلب مني اقيس النيز اقيس الداوضاء اقيس الاضاء اقيس الغاز الانشطة البيئية او كل دي مش انا حاقسها مش هتطلع ده تا هتتحول لكيبي ايز طبعا جاية منين مصدرها من القانون اتس اوكي ما عنديش مشكلة بتديها ده بالعكس ده بيطفي عليها قوة بير نيرمس قد انا قلناها هو ده انا ممكن كمان اخش على الحادث بالحادث بقى اخش على الاصابة نفسها بقى واقول والله يا جماعة بير اكتيفتي ليدنج تو انجري بير ايجنت خش بقى بص شوف انا ايه دخلت هنا ايه على الاصابة على الانجري شوف الجدول تحت اهو انجريز الفيتيتي والالتو اي والار دابليو اي والامتي سي والاف ايزي الفيرست ايد بير نيتشر اوف انجري بير انجرد باردي اف بارتس اشوف اجزاء الجسم اللي اصابت ايه وانكن كان فيه محاضرة انا كنت اعملها على القناة بتشرح بقى بالتفصيل نيتشر اوف انجري والانجرد بارتس بادي بارتس والايجنت اوف انجريز كل ده لان انا حجم بالصراحة هذه النقاط كلها وهروح الى نقطة همة جدا بعد ما حدد الميتريكس اللي هي اللي هي المرحلة اللي انا عايز اوصلها اصلا في الموضوع اللي هي ستيب خمسة حد يقول لي بس كده ستيب خمسة ظهرة معانا ولا لا كده ظهرة ولا ايه عشان انا بس عملت جمب كده لبعض السلايدز عشان الوقت دي بقى هي هي بقى المفتاح بتاعنا طيب مشان انا دلوقتي خدت الداتا من الريبورتينج سيستم صح وحددت الميتريكس بتاعتي وحددت الكي بي اي وحددت الكي بي ايز يعني عملت المعادلة اللي هشتغل بيها صح طيب ما تيجي بقى بسرعة كده نشوف افرميليت الكي بي ايز فبيقول لك خد بالك انا عايزك تعرف تركيبة الكي بي اي ازاي اللي هو الاسكور كارد انها هحطها في اسكور كارد ازاي اول حاجة اسمها الميتريكس ودي احنا قلناها من شوية المعادلة صح اهي ببساطة الطول توميجر ثمثينج اسيتو فيجر او استاتيستيكز ذات ميجر ريزلت اللي هي الحاجة المعادلة الطريقة اللي بعملها عشان اقيس الرزلت على فكرة ممكن ما تكونش معادلة ممكن تكون الجهاز جهاز النايز اللي انا بستخدمه اللاكس ميتر الجهاز اناليزر اللي بستخدمه دي ممكن تبقى من الميتريكس بعملها يبقى بحط الميتريكس لشان تطلعلي في الاخر يا كونت يا ريشيو صح تديني فريكوانسي او سيفيريتي تعالوا نشوف المثال بيقول لي ايه برسنتج اوف بروجيكت او سايت اكس بارتسيباشن ان انسيدن يعني عدد نسبة الاصابات المشاركة السايت اكس ده انا عندي سايت اكس وي وز دي مساء نسليني المثال السايت اكس شارك معايا في الانسيدن في 2019 قد ايه يعني كان ليه دور فعال يعني معانا بنسبة قد ايه في حدوث الانسابات الانسيدن فقال لي والله المعادلة اللي انا هستخدمها هي المتريك ايه تمام number of incidents released by each site على البروجيكت على total number of incidents for organization time frame time frame مهم جدا من احد المكونات لازم احط زمن انا عائز بيه ولازم احط حاجة اسمها start value وcurrent value وtarget value الstart value بص انا بوضح لك كل حاجة بمثاله الstart value انا بادئ انا مناهي 2019 بمثلا نسبة مشاركة للسايت اكس في الانسيدن بنسبة 26 و 13 من 10 during 2019 يبقى ديه الstart value الcurrent value انا عمل ايس اهو انا اشغال اهو يبقى انا قلت اسمت الخمسة على التساعتاشر عطيتلي 26 و 13 من 10 يبقى انا عندي هنا انا نرضى current monitoring and measuring continuous انا اشغال اهو current value لازم كل شوية كل شهر كل اسبوع كل يوم بقيس عشان اعرف هل انا فعلا حققت التارجت ده ولا لا بقيس المترك اللي قدامي ده ولا لا المصطرة اللي قدامي ده باشتغل بيها ولا لا طب ايه التارجت value اللي انا عايز اوصله decrease during 10% during 2020 value القيمة اللي المترك هينتهي بيها اللي المعادلة انا عايز اوصل لها على فكرة ممكن ابدأ المعادلة ب5 على 19 بعد كده خد بالك اهو حبدأ بمثلا حبدأ ب5 على 19 بعد كده هنتهي في اخر السنة اخر السنة 2020 ان انا عملت التلات تلاتة incidents out of 7 يبقى اكيد السايت ده بدأ يقل الريد او مشاركته في حدوث الاصابات طيب يبقى انا بص خد بالك بقى كده يبقى مكونات الكي بي اي المتركس الستارت value الكارنت value التارجت value اوعد حط الكي بي اي عشان تقيس من غير ما تعمل شوية المكونات دولت تحطهم في دماغك مترك معادلة حبدأ بايه برقم كزا اللي او نهيت بيه السنة اللي فاتت عملة ايسة عملة شغال عملة ايسة عايز اوصل اللي كام ولازم حضرتك تحط له تايتل قال لك التايتل ده consist of metric and target value لازم يكون له عنوان الكي بي اي لازم يكون له عنوان عشان لما الناديبين يرد علينا يقول له percentage of project participation in incident to be decreased by 10% يبقى اصبح عبارة عن مكونا التايتل عبارة عن ايه المترك والتارجت اللي انا عايز اوصله يعني لما تي يتقول لي اقول لك كيف يقعز بتاعتك يا مش موندس السنة دي ايه تقول لي والله نقلل العشرة في المية والله يا كلام جميل عشرة في المية من ايه اقول لي العشرة في المية دول حضرتك لازم تحطه للتايتل consist of metric and target value يعني تقول لي المعادلة بتاعتك لما قدركش تقول لي قل لي اللي هي number of incident ما تشرح ليش بالتفصيل لا انا عايزك تقول لي percentage of project participation in incident to be decreased اهو بص اقول لي اللي انا عايز اطلع النسبة بتاعة مشاركة الحوادث للسايت يعني كل سايت كان ليه دور قد ايه عشان ادعي حاسب السايت بقى ولا ايه ولا مش هانا عاجل النهاردة اقول السايت ده افضل من السايت ده ازاي انا عندي مشكلة في الراجل بتاعتك ال HSE او في site management اللي موجود to be decreased by 10% كده انت عدتني عنوان للكي بي اي تعالوا نشوف الرسمة النذيذة الجميلة اللي قدامي دي اهو اهو وضحتها لك بص ال start value في 2019 حضرتك بدأت ب 26 و 13 من 10% ده ال start value اللي هي كانوا خمس حوادث على التساعتاشر حادثة يعني السايت اكس ده كان طالع منه خمس خمسة incidents اسمتهم على التساعتاشر طيب اعمالها في شهر يناير بدأنا سنة جديدة اهو بقى مش هقض التساعتاشر دي هتختفي الرقم التساعتاشر اللي انا اسمت عليه total of incident ده هيختفي تعالوا بقى نشوف في يناير في يناير اهو 2 على 5 ايه 2 على 5 دي يعني ايه يعني السايت ده عمل 2 incidents total incidents على كل السايت خمسة اصبحت النسبة كان 40% هتقولي الله ده انتناهي ب 26 و 3 من 10 ده كده زادت اصبر بس اصبر على رزقك من الليسة عندي فبراير 2 ما حصلش فيه اصابات جديدة اصبح 2 على 8 اصبح 25% ااجي في اخر ديسمبر 2020 وعليه خير 3 حصل عنده بقى incident واحدة بس زيادة على فوق ال 2 اصبح 3 على 25 يعني total incidents اللي حصلت في كل المواقع 25 incidents لكن السايت الوحيد اللي كان محقق 3 incidents هو مين سايت اكس 3 على 25 اداني 12% ايه ده يعني انا كنت ناهي 2019 ب 26 و 23 و ناهي 20 20 ب 12 في المية اه يبقى حضرتك نزلت 14 و 13 من عشرة شوف انا مجرى عملا ايه اجرى هو عشان كده احنا قدرنا ان احنا اخد بالك ان احنا نقلل اكتر من 10% اذا ال target value اللي هو كان عايز مني 10% بس ده انا حققت اكتر من 10% المستطيع اللي اخضر الجميل اللي تحت ده هنا بيقول continuous measure and analysis and monitoring حضرتك بقى تعمل frequency ده رضا على احد الزمل لما كان بيسأل بيقول هو انا هعمل قياس monthly ولا weekly ولا دي حضرتك اللي تحدد وكان ممكن في احد الزمل برضو يعني اوضح نقطة جدا انه لك ممكن يعتمد على مدى الانشطة ودرجة الخطورة والهيكل التنظيم صح فالfrequency ده موضوع يعني مطروك لك بس كل ما هتزود الfrequency كل ما مع نقاط القياد هتزيد خد بالك طب لو انا ده محققتش العشرة في المية ده بص في اخر السلايد كده لو محققتش العشرة في المية ده يحصل هي رجالة هيحصل ان الاسpecific والمجر سمحت يعني انت لان النظر بحقش عشرة في المية دول يبقى انت عندك مشكلة يا انت كنت حاطت هدف نون رياليستيك يا انت كنت حاطت هدف مش في اطار الزمن ده في زمن غلط يعني كانت يتحقق في الوقت ده يبقى لازم تراجع لازم ترائب لازم 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 بصوا الحتة اللي جاية دي عشان انا لما كنت عامل محاضرة بتكلم قبل كده على وزن ال كي بي اي كان فيها اسئلة كتيرة جدا وقلت ان شاء الله النهاردة لازم ارد عليه طيب حلو انا بقى النهاردة بص الجملة دي ودي اخر سلايد معنا ان شاء الله حننهي بيها ركز معها بقول لك حاسب بالناس تخيل ان انا عندي كي بي اي اكس كي بي اي واي كي بي اي زد المفترض ان مجموعة كل هذه الكي بي اي هيكون 100% يعني وزنها الويد بتاعها كلها مجموحهم لما جموحهم على بعض يدوني 100% كي بي اي اكس كي بي اي واي كي بي اي زد طيب كل كي بي اي ليه نسبة فتفوتة كده جوه الكي بي اي دي جوه 100% ليه نسبة واي لنسبة زد لنسبة عبد احط الوزن بص اول عمودة الفوضة بالله weight of KPI comparing with other اه انا بقى اللي هحط الوزن عشان كان فيه احد الزملة بيسأ بيقول ايه هو ازاي يا سيد ياسر الكي بي اي بديها الوزن الوزن ده حضرتك بتحطه بناء على اهمية الكي بي اي عندك مدى تأثيره في الحتة الصفرة اللي تحت كتابها لك ويس بيزد كي بي تايتل اهو بقع بعمل مكونات اهو زي ما اتفعنا decrease recordability rate decrease recordability rate يعني ايه decrease recordability rate قال للمعدل الايه الانتشار المعدل rate of recordability معدل الاصابة طيب increase training percentage هو ده والله بقى ده كي بي تايتل عشان احط الطارجت عشان اكمل التايتل زي ما اتفقنا صح زي ما اتفقنا ان انا هقول هنا keep i target value by 10% decrease by 10% decrease والtraining هزوده by 15% بنسبة 15% increase يبقى حاجة هتزيد وحاجة ايه وحاجة هتقل حد بيقول ده internet connection is very bad يعني مش عارف هي كده طب حد يقول يا جماعة الصوتات عشان دي اهم نقطة في المحاضرة الصراحة يعني انا هقولها وان شاء الله ننهي الموضوع باذن الله طيب خلينا نقول هنا decrease reliability rate increase training percentage by 15% والله يجب حضرتك حققت في اخر السنة احنا عمينا نخد بالك احنا عمينا نقيس بقى طول السنة لقينا ان حضرتك حققت 5% بس قللت 5% بس معذرة طيب وهنا حضرتك زودت في 10% بس يبقى منطقي يا باش مهندس حضرتك حققت 5% من 10% اللي كنا مفهول نقللهم يعني الخمسة في المية انا حققتهم ك kpi result من 10% decrease يعني حضرتك 50% من وزن kpi يبقى حضرتك جبت 25% تاني نقولها تاني سريعا حضرتك لقيت ان kpi الاولاني ده ان انا قال recordability rate تمام 50% kpi title decrease recordability rate value حضرتك لو سمحت يا مش مهندس قال لنا نسبة recordability by 10% زي الفل عاملين نقيس شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاث شهر اربعة لغاية شهر اثناشر اوه تستنى لأخ السنة تبقى كارثة تبقى مصيبة kpi result 5% اه حضرتك قفلت السنة قفلت السنة ب 5% يبقى انا حققت التارجت لا ده انا حققت نص التارجت 50% منه يبقى مش هاخد ال50% الوزن الكل حضرتك هتاخد 25% طب التريننج حضرتك طلبنا منك سيادتك تاندم بعد اذنك حقق لنا 15% زيادة في عدد ساعات التدريب او في التريننج بتاعيتنا 10% طيب يبقى العشرة في المية اللي سيادتك حققتهم دولا حضرتك حققت حققت 10% او في ال15 يبقى حضرتك لو حسبتك حسابية هتلاقي نفسك حققت 66% من وزن الKPI يعني حضرتك حتاخد في الاخر منه 13.3 من 10 على فكرة الحزبة اللي انا بقولها دي دي بيسموها representation of KPI ازاي ان انا اعرضه اه جميل او اي انا انا بعمل اس وفي الاخر اسألني KPI عملت ايه والله عملت في كذا جبت في كذا وجبت في كذا ايوة يعني احنا في النهاية من 100% كام الرقم ده مهم جدا والتالت حنتخيل ان احنا حققنا منه 25% يبقى overall this site الموقع اللي قدامي ده او المشروع اللي قدامي ده حقق total weight 63.3 من 10 اوتو 100% وزن من KPI يبقى فرق ما بين ان انا اقيس KPI نفسه وان انا represent KPI يعني فرق شاسع اقيس KPI ان انا حطله metric وحطله title وحطله target object target value وحطله KPI result كل ده جميل او التركيبة الجميلة المعادلة اللي احنا قلناها من شوية ازاي ان انا عرضه بقى ده اخطر شيء ايوه انت جبت 5 من 10 جميل مش هتاخد الوزن كله هتاخد 25% كلمة يا جماعة وزن KPI ده ده رقم انا بحطه زي ما تقول كده مثلا ايه اا 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 يمثل قوة واهمية priority KPI ان شاء الله يعني اتمنى من الله عز وجل ان تكون اا يعني الامور كنت واضحة في هذه المحاضرة انا اسف ان انا طولت عليكم لكن يعني ان شاء الله هنحاول ان احنا ننزل المحاضرة دي تتبقى موجودة على كده كده هتتبقى موجودة على الجروب على المشمال السعادل وتبقى متاحة لحضراتكم وان شاء الله هنزل لكم الماتيريال دي بي دي اف تمام تبقى للفايدة والتعم الفايدة ويعني ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتنا اا ان شاء الله المحاضرة القادمة ان شاء الله ايا كده الطريقة اللي هنعملها بيها هنعرض ازاي بقى نربريزنت البيانات دي حضاك عملت الكي بي ايز وإستها ان هو جراف استغنم بريتو جراف ولا استغنم هستو جرام ولا استغنم طب ايه اللي افضل مع ايه ايه اللي يديني رؤية افضل اللي هي بنسميها عرض وقراءة المعلومات وفهم العلاقات اا بشكركم لو في اي حد ليه تساؤل انا تحت امركم حتى بعد الفيديو ما ينتهي اا او اللايف ينتهي اا بشكركم لحسن استماعكم اا لو في اي تساؤل عند اي حد جماعة في اي تساؤل وان شاء الله يكون المحاضرة واضحة انا قاسف ان يكون المحاضرة طويلة شوية لكن المحاضرة القادمة ان شاء الله الجراف والانتر اكشن وان هو جراف استخدمه صح وابني الجراف ازاي دي حتة خطيرة جدا دي امر مهم ان شاء الله هيبقى عندنا تيمبلت جاهزة كده وانفرجها للناس وتعمل فائدة سوا ان شاء الله اشكركم جدا ان ربنا يجعلها في ميزان اشكرك بشماندسة جهان جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في احد الزمن بس بيقول ربنا حاجة بسيطة بس وتعتبر من ضمن الخطوات اللي في كلام حضرتك مظبوط جدا ما هو الداشبورد دي Jahren علي فكرة انا سميته لكن هو ممكن يبقى اسمه اسمته وب��� phone ده هو ممكن يبقى داشبورد خد بالك الداشبورد دايما بيبقى Tra stool plus ارقام يعني وارقام Zw 하고 داشبورد لو انا د을وقتي عمل Cyber Fual وام الخطوات المرة الجاة ان شاء الله ستجعلني ان هي dashboard اغير اللغة شوي موعد المحاضرة القادمة من فضلك ان شاء الله هنالتبليها والقائمين على الجروب باذنك يا رب نتمنى يعني التوفيق دائما للجميع وربنا يعني يوفق ان احنا نقدم حاجة الناس تستفيد منها واخد بالك يا جماعة الموضوع الكي بيرفورمانس انديكيتورز من الموضوعات المهمة جدا اللي الكل بينساها ومش عايزك تقيس تقولي يا الله ده أنا باشتغل في الصحيط ألم ليش دعوة يا عم أنا ما قال لي وما قال الكي بي آي لا خلي اللي بيديروا الموضوع لا امه انت لازم تبقى عارف الكي بي آي وعارف انت هتتحاسب ازاي عشان تتحاسب اخر الزنة وكل كوارتر هتتحاسب لازم تبقى عارف هذا الكلام جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته